استؤنف الهجوم الواسع الذي أطلقته القوات العراقية والبيشمارك الكردية لاثنين من ثلاثة محاور باتجاه الأحياء السكنية لمدينة الموصل من الجانب الشرقي لنهر دجلة الفريق عبدالوهاب الساعد القيادي في جهاز مكافحة الإرهاب كشف اليوم أن قواته اقتحمت حاي كوكجلي أول أحياء الموصل الشرقية مشيرا إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين وبحسب اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى فإن قواته ترصد انهيارا كبيرا لعصابات داعش على حد تعبيره عازيا ضعف المقاومة إلى هروب قيادات التنظيم باتجاه الحدود الغربية وفي المحور الجنوبي أفاد مصدر في وزارة الدفاع أن القوات العراقية قتلت أكثر من سبعمائة مسلح من التنظيم وأبطلت مفعول أكثر من ألف عبوة ناسفة ليس لهم مخرج ليس لهم مفر ما عليهم إلا الاستسلام وفي الوقت ذاته تواصل قوات كبيرة ومجهزة من وحدات الحجد الشعبي شبه العسكرية والمنضوية تحت قيادة عمليات تحرير الموصل تواصل تحركها باتجاه مدينة تلعفر غرب الموصل والتي يسكنها خليط من التركمان الشيع والسنة وكانت السلطات التركية حذرت أكثر من مرة من أن سيطرة قوات الحجد على تلعفر سيفضي إلى ارتكاب فضائع طائفية وإنها هي أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحرك القريب من قواتها المنتشرة داخل الأراضي العراقية هذا اليوم في بعض القرى المحررة تم العثور على جثث بعض قتلى الدواعش من الذين يحملون الجنسيات التركية والشيشانية والصينية والسعودية وذلك من خلال الجوازات التي عثر عليها مع جثث القتلى ومع اقتراب القوات العراقية والكردية من مركز مدينة الموصل وبدأ تطهير بعض الأحياء في أطراف المدينة نزحت أعداد من العائلات إلى مناطق آمنة بعيدة عن محاور القتال رغم التحذيرات التي أطلقها تنظيم داعش والتي دعا فيها إلى عدم المغادرة وكانت الأمم المتحدة حذرت قبل انطلاق عمليات تحرير الموصل قبل أكثر من أسبوعين من أن تنظيم داعش سيحتجز آلاف المدنيين من سكان الموصل كدروع بشرية في مواجهة القوات العراقية